ذكرت وكالة أنباء البحرين أن المعلومات الأولية للحادث الذي وقع صباح اليوم في جزيرة سترة جنوب العاصمة وأدى إلى مقتل اثنين من الشرطة وإصابة ستة بجروح بالغة تثبت تورط إيران وأوضحت أن المعلومات تفيد بأن المتفجرات المستخدمة في التفجير هي من ذات نوع المتفجرات التي تم الكشف عنها خلال عملية إحباط تهريب مواد متفجرة وأسلحة لها علاقة بإيران إلى المملكة السبت الماضي شكرا